اليمن على مشارف مرحلة جديدة من الحرب بملامحة إقليمية دشنت بإجراءات جديدة للحصار على كل المستويات فالموانئ اليمنية أغلقت أمام حركة الملاحة وتداول السلع إلى أجل غير محدد بحسب توجيهات تلقتها مؤسسة موانئ البحر الأحمر الخاضعة للإنقلابيين من الأمم المتحدة تسع سفن على الأقل كانت راسية في رصفين ميناء الحديدة والصليف قبل أن تتلقى رسائل عبر البريد الإلكتروني بالمغادرة الفورية بينهما سفنتان تحملان 78 ألف طن من القمح كل شيء يؤشر إلى مرحلة سوداء من الحرب تكرس اليمن ساحة إقليمية للصراع أكثر منها مهمة واضحة الملامح لمساندة الشرعية في إنهاء الإنقلاب واستعادة الدولة فبعد يومين من استهداف مطر الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن اعتبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اتصال مع وزير الخارجية البريطاني أن تزويد إيران للميليشيات بالصواريخ عدوان عسكري مباشر وكان وزير الخارجية عادل الجبير قد أكد قبل ذلك أن السعودية تحتفظ بحق الرد بالشكل والوقت المناسبين على تصرفات النظام الإيراني العدائية وتؤكد بأن لا تسامح مع الإرهاب ورعاته بحسب قوله هذا التصعيد غير المسبوق من جانب ولي العهد السعودي ووزير خارجيته يتسق بنظر المراقبين مع تصريحات للبنتاجون الذي أكدت فيه وزارة الدفاع الأمريكية أن أمريكا والسعودية تعملان معا لمحاربة المتطرفين وإنهاء نفوذ إيران المزعزع للاستقرار بيان البنتاجون أعرب عن ترحيب واشنطن بالتصريحات السعودية التي تظهر دور إيران الشرير في اليمن وتزويدها ميليشيات الحوثي بأنظمة صاروخية خطيرة وأن الولايات المتحدة تواصل الحفاظ على علاقات دفاعية قوية مع السعودية أبو طابي دخلت من جهتها على الخط عبر تصريحات لوزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش الذي أكد أن استهداف الحوثي للرياض بصواري خابلستية إيرانية تطور خطير يضع الأولويات في نصابها الصحيح وأهمها أن خطر التمدد الإيراني هو التحدي الأول فهل يحتمل كاهل اليمن المثقل أصلا حربا بأجندة إقليمية في ظل غياب ضمانات حقيقية بأن حربا كهذه ستبقي على دولته وتضمن استقرارا مستداما لشعبه اشتركوا في القناة